اهلا بكم يا رب تكونوا بخير جميعا. معكم اميرة شعروي من قناة ميرو شعروي. قبل ما نبدأ الفيديو ليعتاب صغير عند الناس اللي بتتفرج على الفيديو بتخرج من غير ما بتحط لايك. الفكرة يا جماعة اللايك ده هو اللي بيرفع الفيديو هو اللي بيخليه يروح لأكبر نسبة من المشاهدين علشان يستفيدوا من الوصفات اللي احنا بنعملها. وخصوصا ازا كانت اقتصادية وان شاء الله هتنفعنا جدا في الوقت اللي احنا كلنا بنعاني فيه ده. لحد الوقت برضو مش مصدق ان في ناس بترمي الزيت المستعمل اه او بتبيعه اه للناس اللي بتلف وتشتريه وتبيعه تاني للمطاعم واحنا هنرجع نشتريه ونتقذي منه. الحقيقة هي حاجة ما بتكلفناش حرفيا ما بنتكلفش اي حاجة خالص. وفعلا فعلا بتوفر لنا هو ده بقى التوفير اللي بجد. اه الصابون ده تلاتة لتر ممكن يعودوا معايا ستة او سبعة شهور. بخسل بهم المواعين بيلمعه حلوة قوي قوي الازاز والالمونيوم والصيني وكل حاجة. وكمان باستخدامهم في غسيل الملابس. وكمان اه بعمل بينهم وصفات تانية كتير هتلقوها كلها على القناة. الاول علشان اقول لكم واكد لكم ان احنا ما بنتكلفش اي حاجة ده اشر اللمون انا بحوشه في الفريزر اللمون بقى البيز واشر اللمون بحوشه كل ما بيع من كمية حلوة كده. اه باخده اغليه على النار لحد ما ينازل كل زيوت لي فيه نس ساعة كده وبطفي عليه وبسيب المية تهدأ. دول تلاتة لتر من الزيت انا مصفيهم زيت المستعمل. كل الزيت ما بيكون مستعمل اكتر كل ما بيديني جود افضل في الصابون. كل لتر زيت بيحتاج مية وخمسين جرام من البطاس. قاعدة متغيرهاش ابدا. كل لتر زيت بيحتاج مية وخمسين جرام من البطاس. او السودا الكوية او هيدروكسيت السوديوم او كوستيك او كوترونا او حاجر تسليك المجاري على حسب البلد اللي انتم موجهين فيها. يبقى كل لتر زيت بيحتاج مية وخمسين جرام من السودا الكوية. طيب كل لتر زيت ليه نصف لتر من المية. كل لتر زيت ليه نصف لتر من المية ومية وخمسين جرام من السودا الكوية. دول تلاتة لتر يعني اتناشر كوباية. ما هل لتر اربع كوبايات يبقى تلاتة لتناشر كوباية. هحتاج ست كوبايات من المية. النهاردة مش هستعمل مية عادية هستعمل مية الليمون. الليمون جبار في الدهون والتنظيف وريحته حلوة قوي. طيب عايزة ستة كبيات. اخدت اربع كبيات اهم لو انتوا عديتوا معي دول اربعة. طب يبقى احنا كده يا اميرة فاضل كبيتين. هقولكو هنعمل بيهم ايه بس مش دلوقتي. بحتاج لكل لتر زيت معلقتين من السكر. على فكرة ان عندي معزز رغوة وعندي جليسرين وعندي حاجات كتير قوي اه اللي هي مستلزمات الصابون. لكن انا بوريكم ان هي بتتعامل اه الوصفات النهاردة بتاعتنا بتتعامل من الحاجات الموجودة في البيت عندنا كلنا. مش هنحتاج ننزل واشتري اي حاجة من تحت. دول تلاتة لتر زيت. كل اللتر بحط لهم على اتين سكر فانا حطيت ست معلق من السكر. ليه? السكر. بيزود الرغوة. بيخلي الصابونة نعمة على اليدين. بديل الجليسرين. حلوة قوي قوي السكر. حتينا ست معلق. وتلات معلق من الملح على التلاتة لتر. الملح بيعمل ايه? الملح حاكتين. بيصلي بالصابونة عندي. بيخليها نشفة كده. ما تتهيش بسهولة. وكمان مطهر ومعاقم. عشان كده بنمسح الارضيات. بنحط دايما في الجردل بتاعنا معلقة كده من الملح. آآ غير انه وصلنا عن الرسول عليه صلاة والسلام. لكن كمان بيطهر وبيعقم المكان. فالملح مطهر وكمان بيدي صلابة للصابونة. قلبت كويس قوي قوي. السكر مع الملح في الاربع كبيات مية اللمون اللي احنا حطناهم. على فكرة عملنا نفس الوصفة قبل كده باشر البرتقان واليوسفي. فهو اشر اللمون ينفع. اشر البرتقان واليوسفي ينفع. مية من الحنفية تنفع. وهقلب كويس قوي قوي. شايفيني الابخرة اللي طلعها دي غلط جدا ان انتي تستنشقيها. الافضل تكوني فتحة الشباك. تكوني فتحة الشفاط وتكوني آآ بعيد خالص عن البخار ده لانه غلط على الجيوب الانفية وعلى الرئة غلط اني تستنشقي. آآ المفروض كمان تكوني لابسة جوانت في ايديكي بس انا الجوانتيات عندي خلصت فانا بتعامل بحرص جدا. اوعي وحزير الاطفال تستنشك ريحة دي او تقرب من السودة الكوي ربنا يعافينا يا رب. طيب شوية آآ مية من البطاس دول ترتاشوا على ايدك وانتي بتقلبي كده. قوام قطنة حطي عليها خل او منديل حطي عليه خل ومساحي كده مكان البطاس ان شاء الله هيبتلق المفعول. الكوبايتين بقى اللي كانوا فضلين من المية. فاكرين احنا حطينا اربعة بس. احنا محتاجين ست كوبايت حطينا اربعة. آآ الكوبايتين التانيين هم اخدت كوبايتين مية سخنة جدا. وهنزل بقى بحاجة انا بحبها جدا جدا هتديني جودة آآ وريحة حلوة اوي ايه? الكيس الاكسي او عشر جنيدة. لو انتي حتستخدمي آآ لتر واحد من الزيت حطي نص كوباية بس. لازمة الاكسي ايه? بيديني رحة حلوة اوي اوي انتوا عارفين الزيت طبعا ساعدت بقى ريحت ومش احسن حاجة. وكمان آآ رغوة حلوة اوي وكمان نضافة وكمان آآ جودة للصابونة عموما. طب انتي ليه منزلتيش يا اميرة بال بالمسحوق على فكرة اكسي عادي مش غسلات اوتوماتيك غسل الاكسي الاوتوماتيك او النصحوق الاوتوماتيك عموما بيفصل الرغوة. فده اكسي غسلات عادية انا حطيت طبعا كيس كامل هو الكيس كوبايتين. او كوباية ونص تقريبا. علشان خاطر اه انا حطى تلاتة لتر من الزيت. نرجع لسؤالنا ليه ما حطيتيش الاكسي على دول على الزيت? ما كانش هيبصوا نحطها مياه مغلية ومع ذلك شايفين الحبايبات اللي في الاخر دي ما نسلتش كلها او مدبتش كلها. فانا حطيت الاكسي علشان اه الريحة والجودة والنظافة والرغوة واخر حاجة بيفتح اللون بتاع الزيت عندي. شايفين اول ما بدأ تقلب لون الزيت الغامق بدأ يفتح معي. اكسي بودرة ينفع. مسحوق اه اكسيجيل يعني ينفع. اه صبون سيل ينفع. هتحطي صبون سيل بتاع الموعين ده ينفع. بشسيل جيل ينفع. اه المهم ان انا دلوقتي كل الحاجات دي هتفتح لون الزيت عندي وهتديني رغوة وجودة حلوة اويل للصبونة. ايه ده بقى? ده اشر اللامون اهو دربته في الخلاط انا مش هستعمله بس بورهه لكم. بحطه كده في علبة بقى وبخسل منه السمك والفريخ واللحمة وبحطه على مية المسح. وبحطه كمان في اكيقص اهو زي ما انتم شايفين. وبحطه في الفريزر بينفعني. انا ما برميش حاجة ابدا. اميرة ما بترميش حاجة ابدا. بصوا شوية المية دول ما كان بقى قشر اللامون كده والله ما رضيت احطهم من ورا الكاميرا عشان تبقوا شايفين كل حاجة انا حطيتها. هي حاجة لا تزكر ما يكملوش مسلا تلاتة اربع معالي بس انا بوريكوا انا حطيت كل حاجة بحطها بحطها قدامكم. لحد دلوقتي انا اتكلفت ايه? اتكلفت بس كيس الاكسيق بعشرة جنيه. وآآ الربعمية وخمسين جرام من البطاس. ربعمية وخمسين جرام ليه? عشان انا حطى تلاتة لتر زيت. اللتر لي مية وخمسين. آآ فالتلاتة لتر ليهم ربعمية وخمسين. آآ ما ينفعش اشتغل بالسودة الكوية وهي سخنة خالص. لازم استنى ساعة على الاقل لما تبرد. نص ساعة ساعة حسب بقى الجو عندك. لو اشتغلت بها طب وهي سخنة هتخلي ريحة الصابون وحشة. لازم تستني لما تبرد تماما. على فكرة في المحلات بتاعة الصناعة الصابون او الصح الصح بتاع الصناعة الصابون تسيب السودة زي لتاني يوم. يعني اتدوا بها في المياه وتسيبها لتاني يوم بتخلي الصابون ناعم زي الحرير. خلاص. آآ فانا دلوقتي اتأكدت ان هي كان عدى حوالي ساعة. وكان عدى وقت آآ عليها ساعة لما بردت خالص حتيت ايدي كده لقيت البطاس او الصودة الكوية برده. نزلت بقى بيها على الزيت. اول ربع ساعة لازم تقليب متواصل ومستمر. في صناعة الصابون. الكطع. اهم حاجة اول ربع ساعة تقليب متواصل ومستمر. عشان كده يستحسم تكوني قاعدة ومش مشغولة بحاجة تانية هو انت بتعملي الصابون. وبعد كده رايح جاية بقى اقلبي فيه. تقليب 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 لحد ما زيت يختلط على المية اللمون مع السودة الكوية مع السكر مع الملح مع المسحوق كل ده. لازم اتأكد ان اختلط مع بعضه كويس قوي. هنقلب كويس قوي قوي لحد ما نلاقي القوام بدأ يتقل معنا. اول ربع ساعة تقليب متواصل. وبعد دي تبقي رايحة جاية بقى تقلبي فيه. طيب اعمال اقلب فيه وما تقلش معايا اعمل ايه? هقول لكم اعمل ايه? دلوقتي بس انا آآ عايزة آآ اقول لكم نبصوا. كده مسلا عدى حوالي آآ ساعة لربع. رايحة جاية بقلب. ولسه القوام ما تقلش معايا. آآ هحط كوباية من الدقيق. ولو ان انا ضد استخدام الدقيق في الصابون ولكن انا هحط الصابون الدقيق معايا النهاردة لتلات اسباب. اول سبب علشان خاطر يفتح لون الصابون. وتاني سبب علشان خاطر آآ يدي صلابة للصابون. ايه ساعد ان مش يدي صلابة يعني يساعد على ربط الصابون ايه خلي الصابونها تربط بسرعة. خلوا بالك وهي كوباية واحدة بس انا نزلت بيها. اقسم بالله انا شفت شيف كبيرة. على التلفزيون ولها قناة كبيرة وبتطلع في تلفزيون حطت على لتر زيت تمن كبايات دقيقة. يعني كلفة الصابونة قد حقاها مرتين وكمان الصابونة دي بقى اول ما ننزل بيها في المية هنلاقيها ايه باشت خالص. وادينا بقيت مجيارة كده. فهي كوباية واحدة بس هنحطتها. علشان افتح لون الصابونة. وعلشان اه تربط معايا اسرع. وعلشان بقى الصابون ده بصراحة انا مش عاملها ليا. انا عاملها الواحدة اه صاحبتي ايديها اه يعني ما بتستحملش البطاس قوي فقالتلي انا عايزة حاجة تهدي شوية المفاول البطاس عشان كده حطيت كوباية تدي ايه دي. هي كوباية واحدة مش اكتر من كده. وبدأ تقلبه القوام بدأ يتقل معايا. بس برضو مش ده القوامل لانا عايزة انا عايزة اتقل من كده شوية. اه بالرغم من ان النوع البطاس كان حلو قوي والدليل البخار اللي هو فضل يطلعه. لكن انا هقول لكم ليه مش عايز يربط معايا. البطاس كان قليل على كمية الزيت اللي انا حطيتها. المفروض ان انا كنت عاير بكوباية الشاي انا كنت بعاير بالمج. فعلشان كده الميا والزيت كانوا اكتر من اه يعني مسلا نقول ايه بالمج الفرق المج من الكوباية حوالي مسلا كوباية زيادة في التلاتة لتر. مش عارفة انتم اكيد فاهمين انا قصدي ايه? كباية الشاي وتبقى ازغر من المج. فانا لما عيرت التلاتة لتر زيت عيرتهم بالمج. ولما عيرت الست كبايات مياه عيرتهم برضو بالمج. فعلشان كده آآ نقدر نقول مسلا جمعوا معايا حوالي كباية زيادة. فانا حطيت اربع معالق من البطاز دوبتهم كده في مياه آآ سخنة. لا مياه عادية. نص كباية بس. نص كباية صغيرة من المياه. مش هاي السوائل كدير. وإيه اللي يبقى انا ما عملتش حاجة. اول ما نزلت بقى بالاربع معالق بطاز مع نص كباية المياه بدأ يتقلهم معايا. زي ما قلتلكم اهم حاجة في صناعة الصابون التقليب الجيد المتواصل للمستمر. رايح حاجة ايه اقلب. لحد ما علمت الاصر دي اللي هي ايه ما بينزلش كده بسهولة من المعلقة. وجبت بقى درج عندي قديم هاتي علبة كرتون هاتي. آآ اي صنيات تكوني ما تستعملهاش. آآ وتفرشي فيها. آآ مش مع كيس بلاستيك. اي حاجة بحيث ان هو تقدري تشيليها وتقطعيه بعد كده. اهو. كل ما يكون الحاجة مكشوفة كده. كل ما هينشف معايا. اسرع. وآآ مش هيخد وقت كبير على ما يتصلب. العلب بقى بتاعة اللبن علبة العصير علبة بس اي علبة موجودة عندك اهو بشيلها وبشطف عشان ما بيبقى شرحتها طبعا لبن. وبنزل بالصبر. بيديني شكل حلو قاول ما بيجا قطعه. ده كان شكله تاني يوم بالليل. بصوا بقى لونه افتح معايا ازاي? حتى وانت بتعبيه هتلاقيه آآ لونه برضو مسفر كده ولكن اول ما بينشف لان احنا حطين اكسي ولان احنا كمان حطين دقيق. بصوا ما شاء الله شكله حلو معايا زي. بحاول بقى ان انا اقطعه كده بشكل متساوي تقدر ان انت لمحة تستخدميه تجاري تبيعيه مسلا. ايسي بقى كده بالمسطرة وكله يبقى مقاس واحد. الصابون ده يا اميرة بيستخدم في للبشرة يعني لا ما بيستخدمش للبشرة لان آآ الزيت اولا مستعمل وسانيا لان انا كمان حط فيه اكسي. فالصابون ده حلو قوي قوي في غسيل الموعين وحلو قوي في آآ غسيل الملابس ومسح الارضيات واحنا بنبشره وبنعمل منه مسحوق بودر كل ده موجود على القناة عملنا منه منظف للحمامات عملنا منه عملنا منه وصفات كتير قوي بحاول اقطعه مقاسات متساوية باستخدمه بعد قد ايه باستخدمه بعد شهر على الاقل ليه يكون البطاس او السودا الكوي او دروكسيد السوديوم طار منه تماما ما يكونش ليه اي قصرة. مرة واحدة كتبت لي كده في كومنت آآ كومنت مستفز قوي بتقول لي ايه ده انتي بستغنمي السودا كوية دي جريمة. عايز اقول لها يا حبيبة قلبي آآ كل انواع الصابون حتى انتي بستغنية بتاعت البشرة ما هي معمولة من السودا الكوية. هي دي مادة الربط. المعلومة بقى ليكو يا جماعة. انا هنا بس الاول آآ جبت البصمة بتاعت البسكوت والمعجنات وقلت بقى ايه اروش الصابون بتاعي شوية. ادلعب اصحبتي شوية. عايز اوليكم الرغوة بتاعته وهتبقى عاملة ازاي مع انه لسه ما نشايفش. آآ بس رغويته حلوة قوي قوي. دلوقتي بقى اخطت الصابون المتكسر ده. آآ بصوا الكمية اللي عملت هالي ما شاء الله عملولي حوالي خمسين قطعة صابون من تلاتة لتر زي. المعلومة بس لانا كنت اقول لكم قبل ما انسى ان بمجرد السودا الكوية ما بتتحط على الزيت. الزيت ده يعني عايز اقول لكم ايه? مكوناته بتتفكك وبتتحول لزيوت تانية آآ واجل سرين بقى وكده يعني. آآ ده الصابون اللي كان محطوط في العلبة بصوم. آآ بقى شكله حلو ازاي? آآ ببدأ بقى ان انا اشيل العلبة من عليها بتأكد ان هو نشف تأماما لو جيت تشيل العلبة وهو لسه طري يعني هتلاقيه بقى ايه اتعجن منك كده وباص خالص وفرول. آآ ولا تستني لما ينشف خالص يعني ما تستنيش اربع خمس ايام لحد ما ينشف وتبدأ ايه بقى تقطعيه لانه هيتكسر منك. يعني ولا تقطعيه وهو طري علشان ما يتفرفتش ويعجن ولا تقطعيه هو نشف خالص علشان ما يتكسرش. آآ ببدأ بقى ان انا اقطعه كده معسات متساوية. ولازم تقطعيه. ليه? علشان خاطر تسيبيه اتحوى بقى من كل الجوانب ومن كل النواحي كده. وعلشان زي ما اقول لكم لو استنيت لما ينشف هيتكسر مني. الكمية بتاعت التلاتة لتر دي عملتلي قد ايه? عملتلي حوالي خمسين كتعة صابون. والله يا جماعة انا هوريكم الرغوة بتاعته دلوقتي. تحفة تحفة تحفة. وارجوكم. ارجوكم الناس اللي بتروح تبيعه اللتر بعشرين جنيه وبتروح تفرح بالعشرين جنيه وهم بيتحكوا عليكم بيقولولكم بنعمل بيه صابون وبيرجعوا بعد كده يبيعوا للمطاعم والمطاعم تستخدموا واحنا اللي بنرجع ناكل القرف ده كله وربنا يعافينا من الامراض اللي منتشرة. فم يعني لو انت جربت تعملي الصابون ده في البيت ما تقوليش ده واجع قلب وواجع دماغ وصدقيني هتنبهري بالنتيجة. جربت كده تحطي قطعة من دول كده في علبة مية وتخسلي كده الموعين بتاعتك وشوفي النضافة وشوفي شوية الاكس اللي احنا حطناهم دول شوفوا مخلين ريحة الصابونة حلوة قوي. الناس اللي هتقول ريحتها واشة فيش اي ريحة خالص. آآ وكل ما بينشف اكتر كل ما ميبقاش ليه ريحة خالص. بصوا بقى الليفة دي كانت جديدة انا ما استخدمتهاش قبل كده. شايفين الرغبة بتاعته ما شاء الله حلوة قوي قوي ريحته جميلة جدا جدا. آآ انا كده خلاص خلصت الفيديو بتاعي. ارجوك وما تنسوناش باللايك واشتراك في القناة واشوفكم الفيديو اللي جاي على الف خير.